بالفعل شهدنا مبيعات السندات داد الدرجة الاستثمارية الأمريكية كان قد وصلت لأعلى مستوياتها في ست سنوات بالنسبة لشهر يوليو وصلنا ل92.2 مليار دولار الآن هذا الموضوع وهذا الصعود الذي كنا قد شهدناه يتعلق بعاملين عامل المعروض وعامل الطلب يعني عامل الشركة التي تقوم بإصدار هذه السندات والمستثمر الذي يرغب بشرائها من طرف المستثمرين الذين يرون بأن شراء هذا النوع من السندات يعتبر جدا جذاب الآن قبل أن يبدأ الفيدرالي بخفض معدلات الفائدة الذي سينعكس على الييلد الذي تقدمه هذه السندات بأنه سيتراجع وبالتالي المستثمر ينجذب إلى هذه السندات حاليا وبالنسبة للشركات الشركات تريد الاستفادة من أكثر من عامل العامل الأول هو بأنه لدينا طلب من القبل المستثمرين وجاذبية لهذه السندات العامل الآخر يتعلق بالكريدت سبريد يعني الفرق بين عوائد السندات بالنسبة لهذه الشركات والسندات الأمريكية التي تعتبر ريسك فري سندات الحكومة الأمريكية هذا السبريد هو جدا منخفض وبالتالي هذا يعكس بأنه ليس لدينا مخاطر مسعرة بالنسبة لقدرة هذه الشركات على الوفاء بهذه السندات اليوم عندما ننظر إلى هذه السبريد هي جدا ضيقة وهي تعبر عن قدرة الشركات من جهة وبأن الوضع الاقتصادي لا يزال جيد وهو ما يسمح لهذه الشركات بإصدار السندات وبأن تقوم ببيعها بشكل سهل من ناحية أخرى إذا نظرنا إلى ما يعرف بالبريميوم يعني العلاوة التي تدفعها الشركات بالنسبة للسندات الجديدة التي تصدرها لآجال محددة بالمقارنة مع نفس هذه الآجال لسندات سابقة أصدرتها الشركات نحن اليوم عندها فقط 3.5 نقطة أساس من البريميوم بالمقارنة مع أكثر من ثمانية كانت في العام الماضي ما الذي يعني ذلك؟ هذا يعني بأنه هو الوضع المثالي بالنسبة للشركات ذات التصنيف الاستثماري لأن تقوم بالاستفادة من الطلب من السيولة الموجودة من جاذبية هذه السندات ومن الفندمنتلز التي لا تزال تعتبر قوية بالنسبة للشركات لأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يبدو بوضع جيد